موسيقى والله نزوح صعب الله لا يرميح الحدث ما في شي طلعنا فيه تيب نرفي عنا شي طاول طاول وشغل ما فيه معيشة ما فيه والحمد لله رب العالمين الله ما بقطعه كله صعب كله صعب معيشة يعني لله الأمر بنقطعنا شوية حطبيات لنخبز هالولاد كلوين الطحين فيه تعشوا بيروح بالدين ودين كمان شوية برغل شوية حدا بتحنن علينا هيك الله ما بقطع الحمد لله رب العالمين لحتى نطبخن هاللقمة لأكل لها الولاد يعني معيشة ما فيه بالصفر تحت الصفر كان مريض كتير 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 شهر بيجوا يعطوه تغذية الحمد لله رب العصر هلا أمليه الحمد لله شهر تلتة شهر صعلم بيجوا عليه من ضمن جولاتنا مش هنكشف حالات سوء التغذية لأطفال بتحت خمس سنوات من نساء الحامل والمرضع عطول نحن بنتفقد الضياء وبيطلع عنا حالات سوء تغذية جديدة وكل حالة سوء تغذية جديدة أو قديمة عندنا متابعة عندنا متابعة إلى وتقديم علاج يعني من بين هالحالات اكتشفنا حالة للطفل نايف عجو كان عمره ما يقارب عشرة أشهر بالزيارة الأولى كان مواكو متوسط وزيت سكور عنده كذلك الأمر بالزيارة الأولى قدمنا له العلاج لمدة 15 يوم نحن زيارتنا بتتم لزوء التغذية المتوسط على 15 يوم في الأعوام السابقة كان لدينا مشاكل كثيرة في عدد مراكز كان لدينا مشاكل في عدد الأدوي أو الإمكانية الوصول لهذه المراكز الآن الوضع جيد بالنسبة لي جاء أحد كورونا وتأثيره على عمل المراكز بالحقيقة أسأل تأثير كبير على عمل المراكز قمنا بمراقبة عمل الموظفين والتشجيل على استخدام دواءات الوقاية الشخصية من كفوف كمامات الكحول بشكل دوري ومتواصل موسيقى موسيقى فصراحة المنطقة الجغرافية التي يقيم بها الناس أصبحت صغيرة مقارنة بالمنطقة الجغرافية موجودة قبل عام أو عامين وبالتالي أصبح هناك اكتزاز سكاني في المنطقة أصبح لدينا تجمعات سكاني هائلة مخيمات كثيرة ففي حال كان هناك موجودة نزوح ثاني من منطقة المنطقة أو منطقة إدلب فيكون هناك يعني يكارثي إنساني في الحقيقة هذا الطفل نتيجة هذه الأوضاع نتيجة هذا العبء الذي تشكل عليه سبب له الضغط نفسي كبير هذا الطفل يعيش حياة نفسي يعني سيئة جدا فهو محروم من حياة كريمة محروم من تعليم محروم من حقه كطفل موسيقى موسيقى